للمزيد من التفاصيل عن هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية الأستاذ إيميل أمين نرحب بك معنا أستاذ إيميل في نشرة الثالثة كيف تقيم سير الانتخابات النصفية ومن الأقرب حتى الآن لمجلس أشياء العزيز دكتور سهيل تحياتي أستطيع القول أن هناك مفاجأة ما لم يحقق الجمهوريون الموجة الحمراء العملاقة التي تحدثوا عنها ربما هذا سببه أن الجمهوريين منقسمين على أنفسهم هناك جماعة متكلسة يمينية محافظة بشكل كبير وهناك جماعة أخرى تعمل على الضد من الرئيس ترامب الرئيس السابق ترامب لهذا ربما لم يفز الذين رشحهم ترامب لمجلس الشيوخ على صعيد آخر تبدو الهيمنة الجمهورية على مجلس النواب قريبين جدا أحد عشر مقعدا تكفل لهم الفوز لكن ما أخشى منه هو سيناريو المماطلات القول بأن هناك الذين اخترعوا اختراعا مبكرا بالبريد أو بتعطل بعض الأجهزة لهذا نيفادا وأريزونا فرز الأصوات جارة حتى الساعة جورجيا حسمت اليوم السادس من ديسمبر المقبل إعادة الانتخابات لا يبدو أن المشهد واضح حتى الساعة سوائية ماذا سيعني فوز الجمهوريين بمجلس النواب على السياسات الخارجية الأمريكية نحن نتكلم على الأقل الآن هم الأقرب لمجلس النواب بلا شك إعاقة لكافة مشروعات الديمقراطيين لكافة مشروعات الرئيس بايدن لا سيامة الخارجية منها نحن نتذكر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب السابق الأخير تحدث بأن في أهم قرارات سيكون وقف التمويل لأن يكون هناك شك على بياض لتمويل أوكرانيا على سبيل المثال تزرع بارتفاع الدين الأمريكي العام 31 تريليون دولار وهذا أمر خطير جدا على حال واستقبال الولايات المتحدة الأمريكية مشروعات الداخل على سبيل المثال الضمان الاجتماعي سيحاولوا التقليل منهم التوسع الضريبي سيقلصوه إلى أبعد حد ومد هكذا السيد ميل ماذا يعني اليوم إعلان السيد بايدن نيته قال أنه سوف يحدد ترشحه من عدمه في القريب العاجل وكذلك قال أنه قد يمنع بالدستور وفقا للدستور ترشح أيضا سيد دونالد ترامب أمرين سهيل في هذا السياق الأمر الأول أنه مصدقية الرئيس بايدن في الترشح لولاية ثانية بعد عامين في ظل هذه الظروف الصحية الرجل لم يستطع بالأمس أن يميز بين الانسحاب الروسي من مدينة خيرسون والانسحاب من مدينة الفلوجة العراقية وهذه ليست أول سابقة الأمر الآخر والخطير إذا قدر للجمهوريين الفوز بي أغلبية في مجلس الشيوخ ربما يفتح الباب لعزل بايدن في الأيام القادم أما عن الرئيس السابق ترامب وهذه الجزئية غاية في الأهمية بدورها يبدو أن الدولة الأمريكية العميقة عملت جاهدة مرة أخرى كي لا يفوز الجمهوريون بغالبية ساحقة في مجلس الشيوخ وحتى لا يعود ترامب مرة أخرى يعني هو كان أعلن أنه 15 شهر سيعلن مفاجأة كلنا نعلم أن الترشح مرة أخرى لكن المزيد من اللجنة النيابية عن مجلس النواب هذه يمكن بأغلبية جمهورية أن تحل وبهذا الشكل ستكون فرصة ترامب أعلى من جهة وأضعف من جهة أخرى إن لم يفوزوا بأغلبية مجلس الشيوخ كمان مرة أخرى ضباب يأحمر وأغدر وأصفر وبكل الألوان يحلق فوق السماوات الأمريكية مشهد ضبابي حتى اللحظة ولعلها مليئة أيضا بالمفاجآت الأستاذ أمي الأمين كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك